في هذه الأثناء قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني أنه يأمل في أن تحل حكومة تقليم كردستان والحكومة العراقية القادمة جميع المشاكل العالقة بينهما وقال البرزاني في كلمة القاقلة لحفل انتخابي جماهيري نظمه حزبه في مدينة زاخو بمحافظة دهوك إننا نريد أن نحل جميع المشاكل عن طريق الحوار والسلام وننقبل فرض الإملاءات علينا اشتركوا في القناة